العديد من رجال الأمن طبعا يعد أو يتعمد استقاف بعض المشتبه بهم أو بعض الأشخاص وهناك قضايا مسجلة ضد رجال الأمن نتيجة دخولهم مساكن مشتبه فيها أو مشتبه بهم حقوق رجال الأمن في الاستقاف ودخول المنازل موضوع نقاشنا مع المحامي محمد اليابسي مساك الله بالخير مساك الله بالنور يا هلا مرحبا محمد في البداية شنه هو مفهوم كلمة الاستقاف مفهوم كلمة الاستقاف هي أول شيء لغويا باللغة هو رغم الغير على التوقف أو الإيقاف أن أنا أوقف الشخص أما هو استراحا بالقانون أو اللي يسوونه رجال الأمن هو إجراء يقوم به رجل الأمن للاستعلام عن الشخص الجدامه اللي وضع نفسه في موضع الشك والريبة والاستعلام عن هل وجود عليه ضوابط أمنية هل هو مطلوب ليجيها معي هنا سواء ماليا أو جنائيا طيب متى يقدر رجل الأمن أن يوقف شخص ويفتشه يفتش سيارته متى؟ يوقف في حال إذا وضع نفسه في وضع الشك يعني أنا اليوم مثلاً ماشي بالدورية أنا كرجل الأمن يعني ماشي بالدورية رأيت شخص مثلاً بحالة غير طبيعية إلا في يمين اللي في سهار شاف دورية ارتبك يتلفت يحاول يروح يمين رح يسهار لي الحق أني أنا أوقفه وأستعلم عنه بس ما أفتشه استعلام استعلام هل هو مطلوب؟ شنو هو الاستعلام طيب؟ أني أنا أخذ أراقة ثبوتية وتحقق بطاقة المدنية أخذ بطاقة المدنية أستعلم بالجهاز عندي أنا كرجل الأمن بالدورية عندي كمبيوتر استعلام استعلم هل هو مطلوب أو غير مطلوب بس وهني أقف من زين سيارتي جنطتي هذه الأشياء ما لحق أني يفتشها؟ لا متى لحق أني يفتشها طيب؟ لحق إذا كان عنده أذن من النيابة العامة اليوم إذا عنده أذن من النيابة العامة بتفتيش شخص لا الحق أنه يفتشه أما إذا مثلاً اشتبه أو شك فهذا لا يبرر التفتيش وصدر يعني حكم قريب من محكمة التمييز بحكم بما معناه أنه لا يحق للشخص أو لرجل الأمن أن يفتش الشخص بمجرد الشك يعني هل يحق للكويتي أو للوافد أنه إذا تعرض لتفتيش مفاجئ أنه يقول له ما يحق لك تفتشني؟ لا حق أنه يقول له ما يحق لك تفتشني ويعني هذا إجراء خاطئ وبالعكس يعني حتى لو أنه في شيء الفعل اللي راح يسوي رجل الأمن راح يبطل الغضية حتى لو كان الشخص هذا مخطئ مذنب يعني لها إجراءات قانون الإجراءات الجزائية نظم العملية هذه نعم طيب هل أن النيابة لما يطلع يكون باسم يعني أنه تفتيش فلان؟ تفتيش فلان؟ في الوقت يعني مثلا صدر التفتيش مثلا مثلا اليوم أنا طلع الأذن من النيابة بتفتيش شخص أو بإلقاء القبض على شخص هو القبض والتفتيشة نعم مثلا متهم بقضية مثلا أي قضية أي كانت سواء مخدرات سلاح أي كانت القبض والتفتيش له وقت محدد وله يعني مثل ما تقول إجراءات معينة ما يصير اليوم أنا أخذ مثلا أذن من النيابة اليوم يعني صدر أذن من النيابة بتفتيش مثلا أنا نسيون من الناس الساعة عشرة بالليل الساعة عشرة وعشر أنا مفتشة يبطل يبطل ليش في تسارع الزمني شلون أنت مثلا رحت لوكيل النيابة مثلا في المنطقة الأفلانية مثلا نقول مثلا على سبيل المثال في منطقة الفروانية والقيت القبض على المتهم أو الشخص المطلوب تفتيشة والقاء قبضة في الإحمدي نطقيا صعبة هي يعني مثل ما تقول إحنا لما نحاضر أمام المحكمة ندفع بعدم معقولية الواقعة ما هو مثلا باتمان بيروح مثلا من مكان ل مكان طيب إحنا مع كامل ثقتنا برجال الداخلية بأنهم متزمين بأداء واجبهم قانونا مع الكويتين وغير الكويتين ولكن في بعض الأصوات تقول أن والله وقفني فتشني فتش السيارة فتش أغراضي الشخصية ولما قلت لنا ما يحق لك تعنت معي في التصرف طيب هني الواحد شو ممكن أن يسوي يشتكي للرقابة والتفتيش طبعا يعني فيه هناك جهة بزارة الداخلية التابعة للوزارة الداخلية تأخذ بزارة الداخلية يعني إذا فيه هناك مثل ما تقول سوء استخدام السلطة يعني هناك جهة معنية أني كنت تروح تقدم مثلا اليوم ما أنا مثلا الرقيب فلان فلاني أو الضابط فلان فلاني قام بسوء استخدام السلطة وتعسف معي ويحق لي أن أنا أرجع عليه إذا ترتب عليه أضرار وقدرت أني أنا أثبتها سواء كانت أضرار يعني كجنحة أو كجناية إذا كجنحة للدعاء العام أو إذا كجناية اختصاص النيابة العامة طيب نرجع مرة ثانية على موضوع اللي هو طبعا تفتيش الأشخاص قبل تفتيشها من هذا التفتيش الأشخاص هل فعلا في بعض القضايا تبطل حتى لو كان فيه إذن من النيابة بسبب أخطاء إجرائية يعني مثلا التفتيش الأشخاص يعني أنا اليوم ما أصدر إذن من النيابة العامة بتفتيش مثلا شيء من الناس يعني النفس اللي قلتها تول إنه عشر وعشر فمعقولية الواقعة عدم الدفع بعدم معقولية الواقعة مثلا يعني أو ندفع بالتسارع الزمني أنزين اليوم أنا ليش أضبط الشخص هذا يعني مثلا الخطأ في كتابة المكان يعني مثلا لو كانت العدالية وكاتبينها بيان أي هذه أخطاء اليوم أنا اليوم صدر إذن من النيابة أني أقبض على شخص مثلا في منطقة مثلا خيطان أنا صدت مثلا بالعمرية فيه اختلاف لازم يكون الإذن صحيح والإجراء صحيح عشان يكون الحكم صحيح طيب وماذا عن تفتيش المنازل متى يحق لرجال الداخلية تفتيش المنازل تفتيش المنازل اليوم أنا لما بفتش منزل يكون عندي أول شيء لأن القانون وضع حرمة للمنازل وفي الأساس في حرمة للمنازل نعم فاليوم أنا لما بفتش منزل لازم يكون عندي أذن من النيابة العامة بتفتيش المنزل وحتى أنا لو كان عندي أذن من النيابة بتفتيش المنزل مثلا بتفتيشه مثلا مثلا للقاء القبض مثلا على سين من الناس نعم والسلاح معاه أو شغلة يعني أنا لازم أروح أفتش بالأماكن اللي ممكن يكون فيها ما يصير أفتح الدرج تقول لي أنا كنت أدور عليه لأن ليش للمنزل حرمة فتح الدرج مثلا ولقى مثلا أشياء ممنوعة ما لحق أنه يضبطها ولا راح تشكل جريمة هذه إلا أنها راح تبطل لأن أصلا طلع مأمور الضبط القضائي اللي معاه أذن النيابة لما طلع راح فتش الشخص هذا أو راح أقصد راح للمنزل مثلا لإلقاء القبض على سين من الناس نعم يحمل سلاح نعم مثلا إكلاش مصجمة أي أن كان أي أن كان نوع السلاح أو حجم يعني مثلا السلاح حجم كبير تلقى بدرج تلقى مثلا خاشة ما بين السرير لازم يكون التفتيش منطقي منطقي عشان لا يكون هناك تعسف في استخدام الإذن ولا يكون يعني ويكون هناك حرمة للمنزل طيب ساذ محمد في ختام هذا اللقاء شنو أريدك تقول لي الكويتيين وغير الكويتيين كونك أنت كمحامي يعني من ناحية الاستيقاف والتفتيش وغيرها شو النصيح؟ نحن الاستيقافة يعني نحن نحن يعني بالفترة الأخيرة يعني لما نحضر بالمحكمة ونشوف في بعض الناس تكون يعني الدلائل عليهم و مثبت عليهم ففي إجراءات لازم يعني تدرس أو أو يعرف توعية 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 لرجال الأمن قبل الناس عشان أني أنا مثلا أحمي المجتمع من الأشياء هذه أي كانت اليوم مثلا إذا مثلا في أي شغلة ممنوعة أنا أبي أمنعها لازم إجراءي يكون صحيح وأنصح المجتمع بشكل عام يعني يعني المجتمع فيه أنه يتثقفون قانونيا والرجول يعني في أي مشكلة يرجعوا إلى أصحاب القانون ورجال القانون نعم كل شكر لك الأستاذ المحامي محمد اليابسي و حديثنا حول موضوع الاستيقاف اللي شرحت لنا من خلاله شنو هو الاستيقاف وأيضا بيّنت للمجتمع كله بعض يعني عطتنا ندوة توعوية شوية صغيرة عن هذا الموضوع شكرا لوجودك معنا الله يجبك شكرا 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 للمجتمع